برحب حضراتكم وهي كانت فقرة معدة من الأمس لانتظار رد الفعل الإيراني على كل التصريحات الإيرانية بأنها تنتظر الردود الإيرانية واستنفار قصوى بإسرائيل وأمريكا تلوح طوال الوقت نحن مع إسرائيل في أي شيء ضد إيران وتجاه أي ضربة من تهران تجاه إسرائيل ما حدث منذ ساعات وقبل الهواء بساعة تقريبا إيران تبدأ هجوما على إسرائيل بعشرات طائرات المسيارة قبل حوالي ساعة من بداية هوانة وكان أعلنت إسرائيل أنها مستعدة وكان فيه أعلان أيضا أن ستصل المسيارات إلى إسرائيل تقريبا الساعة 2 الظهر خلينا أقول لحضراتكم ما حدث أيضا خلال الحلقة هو بيان لمصر أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيارات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا ما هو إلى نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على أثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وأكدت مصر على التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنيين لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح الشعوب حقيقة دائما مصر سباقة وتقريبا ده أول بيان خلينا رحب بضيفنا في الستوديو أنا جعني زي موت حضرتكم إحنا بقنا من مبارح من جهز للصقرة وإن كان ضيفي قال أنا كنت عارف من مبارح أنها هتبقى النهاردة يسعدنا ويشرفنا ويكون معنا أستاذ هاني الجملة الباحث في شؤون الدولية والإقنامية برحب بحضرتك بنا حضرتك كنت سابق معايا من مبارح وقلت إن كنا متوقعين أنها هتكون النهاردة بالرغم أن أنا واحدة من الناس كنت شايفة أنها هتفضل تهديدات وردود تهديدات واستفزدات وتصريحات إعلامية أكتر ما هي حقيقة على الأرض حضرتك شايف توقيت الضربة والرد الإيراني إزاي أولا من يتابع مبارح خطبة الجمعة اللي كان بيقولها المتشد الإيراني كان فيه مشهد مهم جدا وقوفه بيد فيها الميكروفون واليد الأخرى كان فيها سلاح المشهد ده كان صورة من الخلف من الوراء وبالتالي بن أوي أني فيه ردي سريع الرد ده كان بالتفاق مع أمريكا لا نستبع الأمريكا من هذا المعادلة لأن طبعا بالنسبة للمادة الثانية للدسول الأمريكي إذا حصل أي اعتداء على إسرائيل سوف تتحرك أمريكا بشكل مباشر ضد أي خطر ضد إسرائيل وبالتالي كان هناك تحرك من قائد القادة المركزية الأمريكية للتواجد في العملية في غرفة العاملات العسكرية الإسرائيلية ويمكن جالنت الوزير الدفاع الإسرائيلي خرج بتصريح مهم جدا بالأمس وقال إذا كانت بالفعل هناك خلافات في استراتيجية إسرائيل في التعامل في أزمة غزة وأزمة رفح بيننا وبين أمريكا فما قام به الأعداء طبعا إشرف كلامه إلى إيران وحد هذه الرؤية بالفعل هو وحد الرؤية الإسرائيلية الأمريكية في الرد على إيران طيب ليه موجودة أمريكا في هذا المسلس مع رغم أنه فيه سجال ما بين إيران وإسرائيل أولا المغامرة كان كنت هزيم من جو بايدن بيقولهم لا تفعل يقول حاجة ودي حاجة برضك نتكلم فيها أن المغامرة اللي قام بها نتانياهو بقصف الصفرة الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية لم يكن بالاتفاق مع أمريكا ويمكن ده تم التصريح به جون كيربي في أكثر من مرة أن هذه كانت مغامرة لم يكن لها تنصيق ولم يكن لها معرفة لكن إسرائيل حاولت أنها تضغط بشكل آخر على حماس في المفاوضات الهدنة اللي كانت بتستقبلها مصر أنا ذاك الفكرة كلها أن حماس طبعا كان لها مطالب محددة إسرائيل ما كانش تعتقد في هذه المطلبات وبالتالي كان رغبة إسرائيل في أمد هذه الحرب ومحاولة إفشال الهدنة أو تحقيق مكاسب عليها وبالتالي كان رصدها لعمليتين مهمين إن كان العساوي في لبنان أو الصفارة الإيرانية على فكرة الصفارة الإيرانية تم استهدافها بعد خروج السافر الإيراني بشكل شخصي إذن كان هناك رصد دقيق واستخبارات لهذه العملية واللي قدرت من خلاله إسرائيل تؤكد أن هناك عملاء في الداخل السوري يسربون المعلومات إلى إسرائيل وكانت دين عملية نوعية أمد بها إسرائيل منفردة بعيداً على أمريكا في هذا الاتجاه هل هنا لجر الولايات المتحدة أكتر نتاح في المنطقة؟ ما نردش نقول جر لكن هي إطالة أمد الحرب بالنسبة لنتانياهو نتانياهو عارف أنه مجرد أن الحرب تنتهى ويكون هدنة مستقلة في هذا الأمر بينتهي حياته السياسية بشكل أوبغت سواء كان بإقصاءه من الحياة السياسية أو تقديم المحاكمات سواء كان كمجرم حرب في محكمة العدل الدولية أو حتى في الداخل الإسرائيل ولكن الفكرة هنا كان السجال ما بين بايدن ونتانياهو نتانياهو بيحاول أنه يطيل أمد الحرب حتى يقتل حليف المخصص ليه وله هو طبعاً ترامب واللي كان بيمارس على إيران فكرة الضغط العميق في هذا الشهد يمكن إحنا في مبحثات خمسة زائد واحد ورغبة إيران في متلاكة الإسلاح نوي أمريكا نسحبت من هذه المفاوضات خمسة زائد واحد وقالت إن هي بتعلن خروجها من هذا الاتفاق معنى ذلك إن كان ترامب ضد أي برنامج نوي إيراني على المطلق هذا التصريح اليوم حقيقي بيقول نحذر من ما يحدث بين إيران وإسرائيل إلى أنه سيحدث حرب عالمية جديدة بالفعل هنا الحرب العالمية هتحصل لو ما حصلش توافق ما بين إيران وأمريكا على نوع الضربة والأماكن المستهدفة هو بالضبط كل التصريحات اللي كانت خلال اليومين أو خصوصا بالأمس يعني أنه مئة سيارة مسيارة هم بالفعل ما نطلقه الآن مئة تقريبا خليني بس أقول لحضرتك برضو مستجدات مصدر أمني مصري الدفاع الجوي المصري بحالة تأهب قصوى وكيف ترى هذا الرابط؟ طبعا أكيد إحنا طبعا إقتلات المسيارة زي ما حصل في بداية الحرب على غزة ووسع عندنا فبكلي جدا ده شيء طبيعي جدا طبعا أكيد لأن إحنا في حدود متمثة بيننا وبين إسرائيل المنطقة الشرقية بتاعتنا كلها تقريبا في حضن فرسطين وإسرائيل وبالتالي من المتوقع أن بعض المصرات تسقط عندنا وبالتالي ده شيء طبيعي جدا أن مصر تأخذ إجراءات حفاظية على فكرة مش من النهار ده بس ده من أول حرب غزة ومصر بالفعل وجيشها القوي على أهبة الاستعداد لأي هذه المصيرات نقول بس نقطة مهمة جدا أنه قدر نتانياهو يحقق أهدافه بأنه يضرب إيران ويرب بعض أجرعها المهمة في المنطقة سواء كان بالضغط على حماس من خلال الضغط في رفح والهجمات العسكرية الموجودة في غزة الضغط على حزب الله في جنوب لبنان وأعتقد أن لبنان في أزمة داخلية في الوقت الراهن لأن حزب الله عنده مشاكل مع القوى السياسية اللبنانية اللي بتقول أنها لم تتجرجر إلى حرب مباشرة مع إسرائيل وبالتالي أيضا دخل على الجهة الثالثة وهي سوريا بقصفه للصفارة الإيرانية معنى ذلك أن ثلاث أصدع من الأربع اللي بتحاول تمتلكهم إيران في المنطقة هو يعتبر قصف ثلاثة منهم بشكل مباشر اتبقى الحسين وده سيبهم للأمريكان باعتبار أن عسكرات البحر الأحمر دوت أهل لا هي بالذات الأمريكان لأن طبعا أمريكا بتستخذ مما يحدث من حسين نقطة مهمة جدا لعسكرات البحر الأحمر ومن ثم بتضع موطق قدم لها بعد اتفاع خطاب القراهية وخروجها من منطقة شرق الفراط الجزء بقى المهم من نهار ده ليه تأخر الرد من يوم واحد ليه تقريبا يوم نقولها باعتاشر بحنا خلاص بالوقت على ساعات بسيطة على مرسل هناك بالرغم إن معروف جدا من أول يوم حصل فيه الحدث 7 أكتوبر كان المفروض أول حد كان معني هيكون إيران وهم بالفعل أول تصريح طلع لهم قال إحنا لم نعلم شيء عن وأمريكا طلع تأكدت هذا لكن هي عارف إن الاستهداف لها طول الوقت يعني هي مش متفاجأة الموضوع ما هواش قلت لي إن هي تفاجأت بالضربة للقنصلية يبقى ده فين المخابرات وفين شغل الدولة بالنسبة لأمريكا لإيران لا ما هي إيران طبيعي جدا مش متفاجأة أنا مستعد وفين أنت هتدربني فين ما أنا مستعد هتدربني فين دي فرقب أيضا طبعا لأنه قلت لساعتك الرصد كان مهم جدا أنه يخرج السفير الإيراني من هذا الاجتماع ويبتدي تستهداف القادة العسكرية وعلى فكرة كان في الفترة دي بدأت مجموعة من القادة العسكرية تخرج من سوريا بشكله أو بآخر ويعاد التعريب مرة تانية لأن إيران بعد مقتل سليماني لم تعتمد على الوان من شو لا اعتمد على الكتل الحربية في أماكن متعددة فيذاك لما قلنا محمد رضا زاهدي توفى ما ماتش الوحب دي مات معاه مجموعة معنى ذلك أن الستراتيجية الإيرانية أنه ما يكونش فيه قائد له السيطرة والقدرة أنه ما عندهمش نفس الشخصية بتاعة سليماني فاخترعوا شيء جديد تاني أن يكون فيه كتل حربية في أماكن مختلفة لكن حصل في الوقت دوت بعض الاختلافات ما بينهم بين إدارة السورية وبين المصالح الروسية في أن يكون تقليد وجودهم في سوريا لحلحة الأمور في هذه المنطقة وبالتالي خلوط بعض القادة من هناك كان متعرف لكن بشكل ضعيف بعض الشيء لكن استهداف إسرائيل لهذه النقطة كان بتوصل لسلاسة خدة جدا لإيران أنها لازم تضغط على بعض الأماكن من أجل التهديئة أولا ومن أجل أن يكون هناك انتصار كبير جدا لإسرائيل على الفلسطين سواء كان بشكل مفاوضات أو أنها تدخل رفح وطبعا ده يبقى كارسة إنسانية ما يعلم بها إلا ربنا نيجي نقول بقى التوقيت الرد تأخر ليه؟ التوقيت الرد أولا إيران تمتلك العديد من الأسلحة المتنوعة سواء كانت أسلحة باليستية أو كروز أو المسيرات طيب ليه اخترت الأقل مش الأقوة مش الباليستية اللي حافظ ماء الوجه ده مش رد أصلا ما هو ده مش رد ده الاتفاق اللي بينه وبين أمريكا إن فكت إن يكون رد يحفظ له طيب هي ليه عتمت على القطوتين طيب خليني أقول لحضرتك حاجة قبل ما نقول لي كان فيه برضو تصعيد في التصريحات الأمريكية خلال الأيام الفاتوكا إنها بتحوث إيران على الرد أنا كنت شايفة أنا ما كانش هيكون في رد يعني كان التصعيد واضح لكن دائما أمريكا ما تستبق الخطوات طبعا أمريكا دولة كبيرة جدا طبعا دولة مركزية فيها الرب تعمل على أكبر توصن أمريكا اللي بتكون تدير هذا الصراع المنطقة كلها تروح لحرب عالمية جديدة وده اللي أمريكا مش عايزها لإن ما قم به نتانياهو بتسريع واتيرة الأمور كان ضد الرغبات الأمريكية مش نقول لأمريكا لا بالعكس أمريكا عايز يكون في طغير جيوسياسي في المنطقة واني نرجع بقى لفكة أن يكون هناك شرق أوسط جديد ونخلى كينات سياسية جديدة وتقطيع أوصال بعض القيادات لكن أمريكا كان بتتدخل الأمور بشكل تاني فكرة التطبيع مع الدول العربية ويمكن انتهكك دوة مع البحرين ومع الإمارات ومع المغرب ثم في نهاية الأمور اللي هو طبعا كان أهم مصيد بالنسبانه وإنما منك العربية السعودية يمكن أحداث 7 أكتوبر جت وقفت هذه المعضلة فيه كلام الفترة اللي فاتت عن إعادة التطبيع ولدي حصل في الآخر زيال بلينكين آخر زيال ما هي الفكرة إن ده كان اللي بتماشى به أمريكا الهدوء النسبي للوصول للهدف بأقل الخسار وإن كل برامج التنمية سواء كان بقى في البريكسة أو في قمة العشرين إن يكون في ممر تنمية بقى قادم من إيران إلى الإمارات إلى السعودية ووصولاً لإسرائيل ومسرائيل إلى أوروبا من أوروبا لأمريكا ده كان المحور بتاعه 7 أكتوبر غاية هذه الخطط أمريكا مش عايزة تخسر كل الشيء فبالتالي قادرت الأمور بجانب إسرائيل بيداً بيداً أولاً لازم يكون لإسرائيل اليد العليا في المنطقة وده شيء مفروغ منه لكن كمان ما تبوصش كل الخطط الأمريكية في المنطقة لإنه في لعبين أساسيين ظهروا في المنطقة بشكل قوي روسيا من ناحية والصين من ناحية تانية سواء كان مباردة أطريق والحديد بالنسبة للصين أو الترارض الروسي بالنسبة للقارة السمراء والقمة الروسية الإفريقية شفناها بشكل كبير ويمكن حقيقة شرطي لأن أزمة الأمح اللي موجودة في مصر توقف سلاسل الإمداد لكب الجنة من روسيا وأوكرانيا وده اللي يهتم به بوتين في طريقة التوقيت مع القمة الروسية الإفريقية إنه يأكد على ضمان وصول سلاسل الإمداد لقمح بالنسبة لهذه الدول إذن الإشكالية كتفين توقيت الضربة شكل الضربة بما يحفظ وجه إيران تبليه يحفظ وجه إيران أولا إيران عندها مشكلتين أول حاجة النهار ده إحنا في السن الخمسة وتمانين عام للمرشد الإسلامي بقاله خمسة وتلاتين سنة في هذا المنصب وبالتالي إيران تستعد للخليفة التالي له من اللي هيجي هل هيجي من الإصلاحيين أم هيجي من المتشددين إنت عايزة تتكلمين على الشأن الدخيل الإيران ربعاً مهم جداً لأنه كون أنه هم يخشوا في حرب مباشرة بعد هذه السنوات من نقول بقى الجفاء الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية الكبيرة لأنهاكت المجتمع الإيراني أكيد بتأثر بشكل سلب كبير جداً على التواجد في هذا الشأن فبالتالي كان إيران في تراجدها إذنها تختار التوقيت المناسب طب الرد المناسب بالتنصيق مع أمريكا في هرى الشأن عشان يكون حفظ ما وجهها من ناحية تانية وكمان مصدقيتها لممكن تفقدها مع الوكلاء لها سواء كان حماس أو سواء كان حزب الله سواء كان الموجودين في سوريا وطبعاً الحسيين فبالتالي كان هذا التواجد عنده كله هناك عملية عسكرية محدودة في بعض الأماكن التي تعدى حدود 67 اللي احتلتها إسرائيل وبالتالي هي ظهرت على السطح بشكل ولكن كمان ما قدرتش أن هي تدخل أمريكا لأن أمريكا طبقاً المادة التانية من الدستور الأمريكي هتخش بشكل مباشر ضد إيران وده اللي مش مطلوب منه أخيراً أستاذ هاني لو أنا حبيت أختصر ما يحدث الآن وتوقعاتنا للسنوريهات قادمة حضرتك هتقول إيه والضربة هتترسع لأيه لا شيء طبعاً هي راحة في أماكن فارغة راحة في أماكن قريدي متفقة عليها بالفعل أو هل ممكن يحصل خروج عن النصر؟ نوع السلاح اللي هيختلف في الرد ما إحنا خلاص السلاح وتحدث إحنا لو إحنا قلنا أول دي أول ضفقة هل ممكن يكون في حضرتك في تبعات؟ ده نوع السلاح اللي نتكلم عليه هل بالفعل أن طبعاً القبة الحردية اللي تمتلكها إسرائيل واللي تم تجربة سواء كان القبة الداخلية أو القبة البحرية تم تجربتهم بشكل قوي وبالتالي هي موجودة أنها تتصدى لهذه المساركة أنا مش عايزة أقول لك 7 أكتوبر واللي حصل ولنشوفنا ندهة يعني معنا مش عايزة أقول لك يعني 7 أكتوبة كان لها مخاططات تانية عشان التوسع لإسرائيل ده موضوع نتكلم فيه بعدين حتى كل التحلات لكن نوع السلاح التاني نوع السلاح التاني لو سبتت على هذه الضفقة لو هي السيارات دي وخلاص خلاص وانتهى عدد الأمر لو تم تبعات التبعات التانية هتبقى لو استخدمت أسلحة سواء كان كروز أو استخدمت أسلحة بالسطين هنا أعتقدنا إيران من الصعب أنها تستخدم هذه النوعية لأن هي الضربة الأولى هي السبقة دائما نوع الضربة الأولى هو اللي بيحدد دوات إذا كان إيران عندها الرغبة والقدرة أنها تخش حرب كبيرة ضد أمريكا مش إسرائيل كانت قامت بهذه الضربة ولكن هي عندها من الحصافة والذكاة أنها ما تخشش بشكل كبير جدا مع أمريكا لأن ما حدث في العراق بالدولة المجاورة لها بإقساء نظام صدام هم بيعتبعوا عن هذا الشيء الخطوة القادمة بقى لإسرائيل إسرائيل أولا هتستغل هذه الظروف عشان تكتاح وكذا التعاطف الدولي مش بس كده التعاطف الدولي 50-50 بالنسبة لها لكن لأن طبعا التعاطف الدولي هنا فكت أن عدم موجود استهداف للبعثات الدبلوماسية ده شيء خطر جدا أن يكون كل بعثة دبلوماسية غير آمنة في مكانها ده كان شيء صعب جدا لكن عشان كده إيران حاولت أنها ما تخدش نفس هذا الاتجاه عشان ما تفقدش النوع منواع الدعم الدولي اللي جالها من هذا المنطلق لكن مش معنى ذلك أن العلم كله هيدعم إيران أبدا العلم كله بيحاول يخفض أصوات البنادق في هذه المنطقة حتى لو تتحول إلى كتلة كبيرة من النار باعتقد أنها سوف تأتي على الأغدر واليابس فيها هي معادلة صفرية أكيد دميع أكيد طبعا أنا مش عارفة هما بيرهنوا على إيه يا يخسر كاملة يا مكسب كامل ما هو القوة الكبرى وده في الحروب شيء صعب جدا يا دكتور هاي الحروب بأيامها بتختلف حد كانت خان إسرائيل تخش حرب داخل أشراري السابع ما حدش كانت تخيل ده ده أطول حرب طبعا فلسطين ممكن تحصل على دول كاملة في الأم المتحدة ممكن إذن دي كلها أمور أيام الحرب هي اللي بتخلي التوجهات والاستشرافات بها تختلف من يوم عن التاني أنا بما أني بعتذر نحن أخرنا حضرتك لأننا أخرنا الهواء فلك الحق أنت كنت عايز تكلم عن صاحب نيافة والذكرة الأربعين في أمبا بسانتي وده مني لحضرتك اعتذار لا خالص بالعكس أنا بس بقدم تعزيل خاصة للصديق الشخصي ليا الأمبا بسانتي أعرفه منذ سنوات طويلة وكان من الرجال المستنيرين اللي كانت تتزين بهم مصر طبعا بنبعث له كل الرحمات في الأربعينياته هذا اليوم وأدعو لكل أحباؤه من مصر كلهم أن يدعو له بالرحمة شرفتني ونورتني وحقيقي كان زيارة في وقتها تماما أشكرك جدا أستاذ هاني الجمال البحث في الشؤون الدولية والأقليمية شرفتني ونورتني شكرا مشاهدين بكرة سنطل على منطقة أخرى وهنتابع ما يحدث في المنطقة ولكن أنا أتطرق أيضا للشأن السوداني لأنها أمن قوم امتداد للأمن القوم المصري ومش عايزين ننسى ده علشان اللي حاصل كمان اليوم مع إيران وإسرائيل وبكرة هنشوف المصرحية 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 هترسي على إيه بشكركم دي حلقتنا وبكرة حلقتنا إن شاء الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة